كابوتشينو راو كيما قاعدين اللاحظوا انو راو اصعب احساس وانو بو صغار ويبكيو ويناديو من اجل الطعام هذي اصعب احساسي نجم يحسو البو معناتها تخيلو الوضعية تخيلوها تخيلو الوضعية وانو شوني قاعد صغيرة اليوم راي ما هيش حلمة ولا ملازم ليش انطبع مع مثل هذي المشاهد الخزي والعار الحقيقة للعرب وكيما جا في جارة الشروق اليوم هنا في عام 2004 اللي اصبحت للمجاعة مفهوم ورسمي وهو انها تطلق حين يواجه ما لا يقل عن 20% من السكان نقصا حادا في الغذاء وتتجاوز معادلات سوء التغذية الحاد 30% وهي تعني ايضا ان يموت اثنين على الف شخص بسبب الجوع يوميا هذه المواشرات قائمة في قطاع غزة الذي يعيش على وقع حرب همجية منذ 7 اكتوبر تاريخ اتلاق المقامل لعملية وفن الاقصى شفنا كان وقتها اللي هو تم اختتاف مستوى 2 في الاراضي المحتلة دفاعا عن الحق الفلسطيني في الارض والكرامة والحق في الحياة الكريمة في ذا الدولة اسمها فلسطين محررة حرة ابيع اوني في غزة حيث وعد ازير الدفاع الصهيوني سيء ذكر يعني غالانت بتحويل حياتي الفلسطينيين الى جحيم بحصار كامل تمنع فيه امدادات الغذاء والماء والدواء وقطع الوقود وكل مكونات الحياة والتعامل مع المدنيين العزة للمحاصرين كحيوانات بشرية تحصل مجاعة حقيقية في صحوف النزحين ويموت الاطفال يجوعا على مرأة ومسمع من العالم خاصة على مرأة ومسمع من العرب اللي قادرين نشوفه في اطفال وحوامل ومرضعات ومسنين وكل فلسطيني في غزة هي اهانة للانسانية نحبش نقول كلمة العرب الانسانية في حد ذاتها وخزي وعار في وجه الانظمة الدولية ونخص بالذكر انظمة العربية خاصة المتابعين الذين هم في طريقهم الى التطبيع واساسا هوني قادرين الله الراو أنه خاصة دول الجوار اللي شوني قادرين نجمي قدمه بكل صراحة على كل شوف أنه أنات في متابعة للشأن نشوفه أيضا أنه الصحافة الدولية اللي قاعدة تابعة في هذا الموضوع فما صحيفة لكوة الفرنسية اللي قالت في تقرير لها أنه مجرد إسقاط المساعدات في غزة يعزز قانون الغاب شهادات من عدد أشخاص في غزة اللي تحدثوا فيها عن نقص المساعدات والجوع وضاءت ما يتم إسقاطه من الجو والتوترات التي تنتج عن ذلك وقال أستاذ علم اجتماع وأب مهجر إلى رفح محمد الحافي يقول لا أعلم من أين أبدأ هناك أشياء لا يتحدث عنها المساعدات لا تصل إلى الأهالي الذين يعاني أغلبهم من الجوع والعطش بل تختفي قبل الوصول إلى الأسواق ويضيف محمد أن هناك الآن قطرات مساعدات ولكن إسقاط الطعام من السماء يعزز قانون الغاب إذ يتمكن الأقوى والمسلحون من جمع المساعدات في حين لا يتمكن الأشخاص العاديون من الوصول إليها إلا عن طريق الحظ أما المساعدات التي تمر برا فأغلبها ينهب والباقي يصل إلى الأسواق بسعر مبالغ فيه حيث يصل سعر كيلو والسكر 40 دولار وكيلو البصل مثل ذلك الناس يموتون من الجوع والفقر حتى أولئك الذين لديهم أموال في حساب مصرفي لا يمكنهم الآن سحبها بالفالبنوك هي ذاتها في أزمة أما التضخم فأنه يحطم الأرقام القياسية كل شيء في أزمة هذا الوجه الآخر الحقيقة أيضا للقاعة صايرة اليوم وغاديك كل الدول يعنيها اللي تسمى عظمى وغير عظمى دول الجوار ومتيشوا مساعدات مفوق هذه إهانة كبيرة للإنسان في غزة هل غير قادرين هذن كل كل هذه الأنظمة وأنه ينجموا يحلوا ممر معناها بحري أو بري واضح ينجموا مش تمشي للمساعدات إلى الفلسطينيين معناها ماذا سنقول للأطفال ماذا سنقول إلى الله ماذا سنقول إلى الأجيال القادمة شو نجموا نجاوبوا وحنا وقت اللي نجموا نخذوا لحظة تأمر في التاريخ فما هناك أحداث مفصلية صارت في التاريخ وأنه فما نقاش وكل حد خلد اسمه معناها في التاريخ سواء إجابا أو سلبا شوفوا شبش نخلدوا واسمينة في التاريخ يعني في الفترة نعيش فيها اليوم هذية شبش تقول عنينا أجيال القادمة وأنه هناك شعب يباد محصور في تركينة وقاعد يباد القنابل والجوع والفقر والخصاصة والقهر الله يقهر قلوبهم في كل حالات قاعدين لاحظوا أيضا حتى المقاومة اللي ما زالت تواصل الكفاح والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تواصل تصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلي المتوغلة في القطاع وتخوض معها معارك ذارية في المحاور كافة مكبدة إياها خسائر فتحة الاستنفار السهيوني اللي يبلغ ذروته في الأراضي المحتلة بالنسبة إلى نشطاء وخبراء عربيو يطالبوا بمراحقة إسرائيل على جرائمها البيئية الممنهجة في فلسطين هنا متابعة لروعة قاسم وفا العرفوي في صفحة 20 من جريدة المغرب وقد مركز دراسة أرض فلسطين للتنمية والانتماء ندوى فكرية تحت عنوان استراتيجية مقاومة جرائم الإبادة السعيونية للبيئة الفلسطينية بمشاركة ممثلين عن جمعية المستقبل التنمية والبيئة الخيرية بقطاع غزة وجمعية الشتاة الفلسطينية بالسويد والعربية حماية الطبيعة بالأردن وممثل المسيرة العالمية للنساء بجنوب أفريقيا وناشي تون خبراء من فلسطين تونس مالي جزائر رندن وقد قدمت خلال ندوى مجموعة من مداخلات الهامة بإدارة المحامية والبحثة بمركز دراسات أرض فلسطين سامحة خلفي تناولوا بالضبط وأنه كيفاش نجموا كل حد من شيرته وخاصة فيما يتعلق بجرائم الجرائم البيئية اللي قاعدة تقوم بها هذا الكيان بتواطأ بتابعة الحال القوى العظمى اللي قاعدة نروى فيها اللي تمد فيها بالعتاد والسلاح وثم تسقط بعض المساعدات من السماء أغلبها تمشي في البحر في غيره لاحظوا أيضا تابعوا في فجر أول يوم في رمضان تصعيد صهيوني عنيف في غزة وتراجع الأمال بخصوص هدنة قريبة هنا 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هنا نساء وأطفال هنا يشوفوا أنه استنينا ونتزال مع دخول شهر رمضان الكريم أنه تنجم تكون هناك هدنة ولكن هناك تصعيد صهيوني عنيف في قطاع غزة حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر أول أيام شهر رمضان في سلسلة غارات صهيونية استهدفت منازل بمناطق متفرقة من القطاع ويتزامن التصعيد مع غموذ يكتنف مفاوضات الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس إذ توقفت اجتماعات القاهرة قبل أيام عقب مغادرة وفد حركة حماس لتشاودون الإعلان عن موعد استئنافها وهو معتبروا مراقبون فشل مبدئي في مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار لاحظوا أيضا بالنسبة إلى الجريدة الصباح اللي حكيت أيضا في صفحة 11 في ظل حرب الإبادة الاحتلال الذي يصادق على قانون يحرم العائلات الفلسطينية من لما شمل هوني إسرائيلي التي تعاقدت مع شركتين الاستجلاب المرتزقة الاحتلال يتكتم من أعلام العالمي ليفضح تفاصيل انضمام المرتزقة لجيش الصهيوني القتال بغزة وقاعدين نشوفوا أنه مرتزقة من كافة أنحاء الدول شوفناه أنه عديد تقارير الصحفية اللي حكيت عليهم ونذكروا منها التقارير الصحفي اللي موجود في الصحيفة أسبانية اللي حكيت على المرتزقة وعطات بالضبط قدش في النهار قدش يخلصوا كما ننساو زادة ومنازم ليش ننساو وأنه هناك مواطنين فرنسيس فرنسيين اللي يحاربوا تقريبا أربع لاف فرنسي مزدوج الجنسية فرنسي صهيوني اللي قاعدين يحاربوا اليوم حاملين السلاح في غزة أمام أعين فرنسا اللي طالب بي أو الرعية للحقوق والحريات تطلقوا بعض الأخبار في الشأن الوطني نرجع نحكي على كل المستجدد ترجمة نانسي قنقر